كابتن عايزة بتدي معاك اسئلة سريعة الوقتنا قليل رأيك في مطش النهاردة يعني وفوزنا باللقاء بس يا كابتن خالد احنا عاطيني الموضوع اكبر من حجمه بصراحة يعني انت ما تيجي تتكلم على مطش مصر و مورتانيا يعني مش بيحتاجه حوار نتكلم فيه طبيعا اللي احنا نكسب الفرقة ده كلها وطبيعا اللي احنا بقى ما كان حسن من كده وما زيلت بقول الاختبار الحقيقي اللي كابتن حسام حسن هي الامة الفرقية لكن انت بتلاعب اه مورتانيا وبتلاعب الرأس الاخضر فرق كلها strandedم اقد Fantasy اغلبس بهتصانك هسبت الرأس الاخضر أحجا ما بقولك يعني المجموعة نفسها المجموعة واضح كده الاتحاد لافريقي حاطت المستوى الايه ده الفرقة الليها قوية يحاطتها فوق عشان لما تطلع الامة الافريقية كل ده يبقى فيه زي niye قولك مطحنة في الامة الفريقية عشان كده طبيعا اللي احنا نكسبه طبيعا اللي احنا نوصله Porsche ماشي. مش انجاز يعني. انجاز ازاي يا كابتن خالد الاحترام يا مش للجميع يعني. وكابتن حسام يعيب عارف كده كويس. بس طبيعي سوشال ميديا والناس كلها. لكن احنا بلعب مورتانية. اللي انت تكسب مورتانية احنا طبيعي. ده احنا مصر. احنا مش منتخب صغير. احنا مش منتخب صغير. او متخب بورتاني تطور الفترة الاخيرة بس برضو يعني. اوكي ما فيش منشكلة ما هو يتطور بس مش اوصل لنا كمنتخب مصر. مش معنى كالا احنا بنقلل من ف اوزنا. لكن انا بقى اقول لك. طبيعي اللي احنا ناخد اول مجموعة. طبيعي اللي احنا نوصل. اه. انت نهاردة من غير من برضو محمد صلاح ما انت بتكسب. معلش احترام محمد صلاح. اه. محمد بتكسب. اه. تليزي جاعد برا. بتكسب. اه. يعني الموضوع مش اه. مش الفرق اللي هي تقلاك او تخوفك. اه. امتى تقلق. لما امتى احنا بقى نقول لا اه كابتن حسام فعلا اه نعمل له تعظيم السلام. لما انت تلاقي ما تلعب الجزار تلعب المغرب تلعب دفار تلعب. اه. فهمت اصدق. يعني ما تكسب الفرق دي. الفرق دي تكسب تقول لا انا كده حط على قدام كده خطوة كده. امام. ام. يعني انا عندي منتخابات هلعبها في الامة الافريقية. ام. لا ده اختبار حقيق. تب تلعب المغرب اه من الفرق اللي هي اقوى فرق مش في افريقيا. تبا تنصنفها بتنصنف علامة. اخد بالك كمان احنا احنا لعبنا بوركينا فاسو في وقت كان بوركينا فاسو واعة. وقت ما هبقول. للوقت بوركي انت هتلاقي. اه. الامة افريقيا توقع انت تدخل على مجامع كلها قوية. هتلاقي فرق كلها. وشامل افريقيا دي بالذات انت عارف بتبقى فرق بتبقى عمدها مصري دي. هو ده الاساس. عشان كده اذا احنا وصلنا. انا مش بنون طلبين امم افريقيا على فكرة. انا بقولك صعب. من الوقت انا بقولك صعب تاخد امم افريقيا. في المغرب. في المغرب. وانت هتتفق معها الكلام ده. اه. كابتن حسام خد امم افريقيا لازم. هتبقى عا هاي برضو خطو قيس. هم. لكن هتوصل الادوار اللي بعد كده ما كله وصل. قبل كده كروش وصل. وفيتوريا وصل. والنتاج. وكوبر وصل. وكوبر وصل. كله وصل. لكن اللي ناخد امم افريقيا. لا. يبقى ده. من نغير بقى. اه. فكرة المدرب الاجنابي. واللي احنا نقول ان يجي مدرب الاجنابي. لا. دي الخطوة الاساسية. والخطوة للمفروض الكابتن حسام يشتغل عليه. هو على فكرة. اه. 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 اه كنت مع كتا الحسام في اه. في اه. ثمانية وتسعيين. ثمانية وتسعين. اه. صحن. اه. اه. بوركينا فأس. اه. 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 هو اخدها كلاعب. واستة وتمانين. وتمانية وتسعين. هو اكيد نفسه يخده كمدارب. اكيد. اكيد. اه انجاز هو اكان نفسه في يوم اللي امسك منتخب مصر. ده حقيقة. واي حدي يتمني يمسك منتخب مصر. احنا مع المدرب الوطن اللي بقى موجود. ام. يعني مش مع المدرب الاجنابي. مع المدرب.